تقييم إنجازات برنامج التعاون الثلاثي بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء موضوع ورشة عمل استضافها القطب الزراعي بمدينة مكناس الاجتماع شارك فيه ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وأطراف التنصيق في مجال التعاون جنوب جنوب وخبراء ومثل فرصة لاستعراض تقدم برنامج التعاون وتأثيره على بعض البلدان الإفريقية مدى غشقر أصبحت تمثل نموذجا ناجحا لخطة هذا البرنامج في سياق برنامج الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية قمنا بتبرع ما كان من إنشاء مركز تعاون جنوب جنوب بإفران يرمي لدعم دول إفريقيا جنوب الصحراء كما قمنا باستعراض النجاح بين المغرب والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية ومدى غشقر ارتأينا أنه بفضل هذا النشاط الذي قمنا بتمويله كان هناك تأثير لسياسة المغرب على السياسة الفلاحية لمدى غشقر هذا التعاون الثلاثي جنوب جنوب يأتي لإرسال الممارسات التي أعطت أكلها في إطار مخطط المغرب الأخضر لفائدة الدول الإفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب الذي يقوم به المغرب في إفريقيا في الاجتماع تمت الإشادة بالنجاحات والدروس المستفادة من مخطط المغرب الأخضر تجربة أجمع المشاركون على أهمية تعميمها على الدول الإفريقية الشركة كما دغشقر والكو ديفوار